السلام عليكم اياكم الله و اياكم في هذا الدرس الجديد طبعا اليوم رح نتعلم كيف نساوي تطبيق ملفات pdf او تطبيق للمدرسة او للجامعة الخاصة فيك بشكل احترافي جدا 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 تمام فكرة تطبيق عبارة عن ملفات pdf كل قسم يعني لمادة وكل قسم حولك على ملفات ثانية رح نشرحها الآن بالتفصيل الممل رح نساوي تطبيق رح نسمي التطبيق على اسمي المثال الصف العاشر يكون مثلا تطبيقنا مخصص او خليه تطبيقنا بشكل عام مثلا مدرسة زيد تمام نختار صورة رح اختار صورة جاهزة وان يكون هاي الصورة هاي الصورة عسب المثال رح اختار اللغة عربي طبعا وصف مش مهم احط نكست نختار اللون طبعا بعدين بنحدد اللون نختار مباشر وبفيو مباشر نوخذ رابط الموقع عشان تفتح لنا صفحة التحكم وبنحط نكست go to ab manager الان بنفهم شغلة بنسوي القسم الاول وقسم الكارد تمام بنسوي قسم جديد قسم كارد بنسميه صفحة الرئيسية تمام انا بدي اسويه بقسم الكارد عشان يعني هيك اصعب اشي للتصميم تمام عشان اذا بدك تعمل القسم سحب جانبي تكون سهلي عليك انا رح اشرح كل تطبيق بالشكل الاصعب رح اختار كارد جديد فقط عشان الحفظ ما رح احط اي اشي الان بالكارد تمام رح احط حفظ حفظ الان رح امسح القسم الاول مال وداعي اذا بدك تغير في اسم الحزم منها بدك تغيرها تغير في التصميم وما الى ذلك تمام الان رح اغير فقط قائمة رح احطها بدون قائمة وحط حفظ تمام الان برجع بحط قسم جديد الان بدي اضيف على سبيل مثال ملف بي دي اف تمام بدنا نضيف عفوا بدنا نضيف الان مجموعة اقسام تمام او خلينا نرجع خطوة نبدأ معكم خطة بخطوة الصفحة الرئيسية وين بده توجهنا الصفحة الرئيسية رح يكون فيها جميع الاقسام بشكل ايش بشكل صور الان كيف بدنا نشرحها لكم بروح على الفوتوشوب طبعا الحجم لازم يكون بهذا الحجم اللهم صلى على سيدنا محمد يكون ابعد الصورة ثلاث تلافي الف ستمية وخمس وتسعين رأى غير اللون عسي مثال اللون هذا او هذا اللون تمام رح اضيف صورة يكون الصف السادس تمام الخط يكون هذا الصف السادس تمام وهيك كل العملية رح تكون تمام كانك هيك تسوي صفوف او يعني اقسام عدة الصف السادس كانك تضيف صور وكانك تبدع في التصمية لكن انا عشان السرعة رأى اقول حفظ رأى اختارها بمثال الصف مثلا الخامس او السابع عشان نكون على الترتيب الصف السابع احط حفظ للصورة تمام الان برجع لقسم الكارت احط تعديل القسم الاول اختار صورة اللي هي الصف السادس تمام والصورة هاي الان ما اعسوا لنقسم رح احط مباشرة حفظ بعدين رح ارجع الها عشان اعلمكم الطريقة بالتفصيل الممل اضفنا الصف السادس رح احط create قسم اختار صورة الصف السابع تمام وحط حفظ لكن هنا هيك بنتسوي بشكل اولي بعدين رح نرجع ونعدل روابط الوصول بين اتن تمام رح احط قسم الان تمام قسم الكارت الان الان رح نختار الصف السادس رح اختار قسم فقط عشان نفتح اللوحة التحكم وحط حفظ نرجع ونحط حفظ تمام هيك صار عنا لازم نسوي قسم كارد الصف الرئيسي وقسم كارد الصف السادس واختار كمان قسم اللي هو الصف السابع الصف السابع عفوا تمام احط create فقط عشان نحفظ معانا القسم رح نرجع ونعدل كل الان هاي هي الطريقة اللي احنا رح نمشي عليها تمام نسوي صفحة رئيسية والاقسام رح نحطها موجودة طبعا بهذا القسم تحط عدم الظهور في القامة اذا بدك تسوي ساحب جانبي او الظهور في القامة هذا الاشي يرجع لك لكن هذا لازم انه تنتبه بنرجع الان على الصفحة الرئيسية هون على الصف السادس احط رابط وصول زي ما انتم شايفين لينك افتح قسم قسم ايش صف السادس راح احط حفظ وارجع كذلك الصف السابع لينك افتح قسم الصف السابع ارجع احط حفظ تمام الان احنا وصلنا الصف السادس بالصف السادس بالصف السابع بالصف السابع ضل علينا نضيف ملفات البي دي اف سهل جدا 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 اول شي بدك تعمل صورة لكل ملف اذا بدك وان يكون هون راح اكتب كتاب التاريخ على سبيل المثال تمام لكن تصميم كل شي يرجع لكم كتاب التاريخ راح حط العربي زي هيك وحط حفظ وارجع اضيف ملفات البي دي اف في الاقسام هون افوت على الصف السادس اعدل يعني اضيف كارد تمام ممكن انك تحط بدون كارد افضل لك تمام حط بدون كارد افضل لك اختار صورة من هون كتاب العربي على سبيل المثال ما بحط لينك من هنا تمام راح حط زر يحول لي على ملف بي دي اف كيف يا صقر الآن راح نعرف ها زي ما تشايفين لازم نختار القسم هذا بعد ما ضفنا الصورة هون بننزل للقسم هذا احفظوا القسم هذا عشان نضيف زر راح اقول افتح الكتاب راح احط لينك افتح ويب راح اجيب رابط الكتاب طبعا من جوجل درايف او اي موقع عندك بيستقبل ملفات البي دي اف تمام احط نسخ الرابط راح اضع الرابط هون تمام لا تكبس الفتح خارجي خلي الفتح داخل عشان يكون شكل احترافي اكثر الحجم تختار عسم مثال 20 اللون خلي نسمه هو لون الخلفية عسم مثال اخضر هذا اشي يرجع لك عفوا تمام احط حفظ هيك احنا اضفنا الملف البي دي اف الاول وهي ممكن امكانك تضيف تحط create اضيف ملف ملف ثلاث الى ما لا نهائي تمام الان نحط حفظ راح ارجع اضيف فيما قسم الصف السابع كذلك نفس العملية تمام صورة من هون اول اشي بنحط بدون كارد صورة من هون دوك مثلا كتاب التاريخ بننزل تحت زي ما تشايفين هذا القسم مثلا نغير كلمة افتح كتاب على سمي مثال ابدأ القراءة تمام الحجم مثلا 20 لون الخلفية مقصص اخضر تمام كذلك افتح ويب اللي هو رابط الملف البي دي اف حسب ما انت بتضيفه تمام بنحط حفظ تمام الان الفكرة وصلت للجميع ان شاء الله هي كون التطبيق جاهز 100% كانك تعدى صفحة البداية وما الى ذلك راح حط تنزيل للتطبيق تمام ننتظر مع بين ما ينزل التطبيق تمام تثبيت تطبيقات احترافية بشكل مجاني جدا وهي الفكرة مطوبة مني كثير كيف اصنع تطبيق للمدرسة او تطبيق ملفات تمام راح يكون الواجه هيك لكن التصميم كله برجع لك كانك تسوي تصميم اكثر واحسن الصف السادس زي ما انتو شايفين كتاب العربي موجود تحتي قسم افتح الكتاب اذا فتح عليه راح مباشر يفتح له قسم الكتاب في جوجل درايف زي ما انتو شايفين يعني بشكل احترافي جدا فيك تربح يعني الاف الدولارات شهرية من بس من الافكار هاي كانتك تطبيق لمدرسة وتبيعه او تطبيق لكلية او تطبيق انت بدك تعمله تمام لكن ننت عندي ضعيف شوي نروح نجرب قسم الصف السابع كذلك نفس العملية كتاب التاريخ ابدأ القراءة زي ما انتو شايفين راح يبدأ معنا تحميل ملف في البي دي اف يقرأ بشكل مباشر في ملف في البي دي اف تمام ومكانه يحمل الملف ومكانه ومكانه يسو أي اشي بالضي ايه النت عندي ضعيف شني اظن هاي الان حمل زي ما انتو شايفين كانوا يقرأ من قراءة سريع جدا 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 في هبش تعليق او اي شي كانوا يقرأ المستخدم من داخل تطبيقك مباشرة وكان هذا شرحنا اليوم أسأل الله العظيم وفقكم يا رب وي استفسار انا جاهز ان شاء الله طبعا تصميم كله يرجع لك لكن هاي الفكرة بشكل عام والسلام عليكم